اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتب dueidge تصلت رافلز لدينا م4A1 وعندنا الكارل ومعي المكهو قد يكتب جي 36 ومعي من وعندنا الكارل اكام وعندنا اكام ومعي تركض السلاح برسل طريقة تركض تركض تذبح شخصاً قدامك من ثلاث رصاصات في المسافة القريبة كل سلاح لها من مختلف يختلف على حسب المسافة عندنا غير كده اللي هو المارك اسمه مارك فورتين يذبح من رصاصتين في أي مسافة موجودة على الخريطة لكن مشكلة أنه يطلق طلقة طلقة ما هو برشاش يعني ما يطلق باستمرار وعندنا الفاد اللي هو رشاش لكن أضعف سلاح فيهم يعتبر يذبح من أربع رصاصات في المسافة القريبة اللي ميزة أنه ريت فاير فيه مرة عالية يعني اللي هو سرعة طلقة رصاص مرة عالية فيه عندنا التايب ناين تي فايف واللي هو الام سكستين هذول السلاحين هذي تطلق بيرس فايرينج يعني ثلاث رصاصات بعدين ثلاث رصاصات غيرها من تجربتي لهم الام سكستين يعني الدقة فيه ما هي مضبوطة في المسافات البعيدة أشوف أنه سيء جداً التايب ناين تي فايف أشوف أنه افضل سلاح موجود في القائمة هذي دقيق جداً جداً بالذاتات تحطت عليه رددوت وخلاص هذا رأيي أنا الشخصي ننتقل الحين للسب ما raging الرحل الصبzenie اللي اللي اللحظت لقيهم فيهم كلهم انكل الأسلحة نفس القوة تقريباً في المسافة القريبة كل الأرقام اللي قاعد عديكم بياه وعدد الرصاصات علي المسافة القريبة فقط عندك كل الأسلحة الموجودة هنا تذبح من ثلاث الرصاصات في المسافة القريبة ولكن اللي يفرق فيه عن الـ Assault Rifle إن... الدروب في الـ Damage يعني... الـ Damage انزل بسرعة مع المسافة كل ما زادت المسافة تلاقيه يسرعنك أربع خمس رصاصات يحتاج عند تذبح فالمصممة هي أصل للمسافات القريبة فقط كل الأسلحة تقريباً نفس الليس القوى تقريباً في نفس... في المسافة القريبة كلهم تذبح من ثلاثة رصاصات عندنا الـ Light Machine Gun نفس الشيء كلهم يذبحون من ثلاثة رصاصات في المسافة القريبة المفروض أن الـ Light Machine Gun خليها تتميز على الأسلحة الثانية أن فيها رصاص أكثر من الأسلحة الباقية وغير كذا أنه لا يصير فيها في الـ Damage Over Range يعني لا يصير الإصابة الرصاص لا يضعف مع المسافة المفروض أنه من أي مسافة في الخريطة تذبح من ثلاثة رصاصات في كل هذه الأسلحة الموجودة اللي هي Light Machine Gun مشكلتها أنها ثقيلة جداً والحركة فيها صعبة تكون غير كذا عندنا الـ Sniper Rifles بعد المفروض أن كل الأسلحة الموجودة هنا تذبح من رصاصة واحدة في المسافة القريبة المسافة البعيدة يختلف من الأسلحة يعني في ساعة يأتيك هت ماركر الهت ماركر إلى الآن أنا لم أفهمت شلون قاعد يصير بالضبط لأن ما لقيت حل منطقي للهت ماركر يعني ما لقيت شيء يوضح لي متى يجي هت ماركر و متى ما يجي هت ماركر لكن المفروض أن كل الأسلحة الموجودة هنا تذبح من رصاصة واحدة في الواقع ما قاعد يصير هذا الشيء تلاقي هت ماركر يجيك أكثر من مرة لكن بالغالب تذبح من رصاصة واحدة الشوت قن كلهم يذبحون من طلقة واحدة في مسافة قريبة بس المشكلتها أنه يعني بمجرد ما أنه يبدأ يبعد شوية عنك خلاص يصير فيها لدرب في الدمج بشكل رهيب فالمفروض أنك لا تستخدمها في مسافة مرة قريبة غير كذا أن الرصاص يختفي يعني لها مسافة هو الأسلحة الوحيدة بعد مسافة بسيطة يختفي الرصاص يعني ما لأي أثر الأسلحة الثانية الموجودة في اللعبة الرصاص ما يختفي يعني لو تطلق من أول خريطة والخصم في آخر الخريطة بيوصل للرصاصة يعني الرصاصة راح توصل بأي طريقة يعني لكن الكلام على أنه كم قوتها لما توصل يعني لو طلعت بقوتها ثلاثين أو خمس وثلاثين راح توصل في آخر الخريطة عشرة ولا خمس طعش الشوت قن له مسافة محددة بعدين خلاص يختفي الرصاص ويصير ما كأنه له أي وجود الريتشيلد اللي هو درع تمسكها والدرع يعني له حد اللي لم يطلقه عليك وراح يصد الرصاص لكن له حد بعدين خلاص يصير فيه دمج كبير لدرجة أنك ما تقدر تشوف الشي اللي قدامك و لاحظت أنه في السيرفايفول كان ينكسر معك فيصير ما منه أي فايدة على مو متمنى أن شرح الأسلحة كان واضح للرئيسية حين قائمة إذا ضغطت على السكندري راح حولك على الفيديو الثاني وكل الأقسام الموجودة عندك راح أطلك أنوتيشن أضغط عليها راح يحولك على فيديوهات ثانية ترجمة نانسي قنقر